أصبح نهج صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة مختلف الملفات المهمة محطة أنظار العالم في كيفية تطوير وتنمية أسس الدولة القائمة على التشريعات والقوانين نعم سموه قاد الجهود الوطنية الدؤوبة بشعار العمل في ظل فريق البحرين الواحد بما يلبي تطلعات المواطنين ويخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مختلف قطاعات مملكة البحرين بتكاتفنا جميعا أعضاء فريق البحرين الواحد نستطيع أن نحول الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز لا طالما كان وما زال نهج صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محطة أنظار العالم بأسره في كيفية إدارة مختلف الملفات المهمة في إطار تنمية وتطوير أسس الدولة القائمة على التشريعات والقوانين هذه الجهود الدؤوبة التي خطها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشعار العمل في ظل فريق البحرين الواحد خدمة للوطن والمواطن وتلبية لطموحات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها جلالة الملك المفده حفظه الله ورعاه قرأها وشاهدها وسمع عنها المجتمع الدولي بأكمله الذي أعجب بهذه المساعي ومنح سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء العديد من الجوائز منها جائزة القيادة الممنوحة من قبل منظمة سيتري الأمريكية تكريما لإنجازات سموه حفظه الله في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بقيادته الحكيمة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا لقد أثبت المجتمع البحريني على مر السنين بأن عزمه وعزيمته يمكنه من تجاوز وتخطي التحديات وأننا اليوم نتوجه بالتحية بكل تقدير واحترام إلى كوادرنا الوطنية العاملة في الجهود الوطنية التصدي لفيروس كورونا التي حفظت البحرين فقد سطر سموه قصة نجاحا تدرس في كيفية تحويل التحديات إلى إنجازات فقد تمكنت مملكة البحرين بعطاء أبنائها المتواصل في الانتصار على كوفيد-19 وهذا ما تتحدث عنه الأرقام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دائما ما يؤكد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بالدول الشقيقة والصديقة وما تستند إليه من عمق تاريخي وتعاون ثنائي مستمر في مختلف المجالات والدفع بها نحو مجالات أوسع نظرا لما يبديه سموه من اهتمام متواصل في العمل والتنسيق المشترك نحو تعزيز العلاقات وتنميتها بما يلبي التطلعات ويعود بالنفع على الشعوب المنطقة ولأن قيم التسامح والتعايش تشكل جوهر العهد الزاهري لعاهل البلاد المفدة عمل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ هذه المفاهيم التعايشية بين مختلف فئات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي وزرع نبتة تمسك البحرين بروح التسامح والتعايش بين جميع أبنائها وأديانهم وطوائفهم المجتمعية ومد يد البيضاء لجميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والصعاب ليعم السلام والاستقرار العالم بأسره